قبل 35 عاما غادر الزعيم الإيراني الراحل روح الله الخميني مدينة النجاف بقرار من النظام السابق بعد أن قضى فيها 15 عاما واليوم عاد إليها مجددا من طريق مطارها الدولي الذي سمي باسمه بقرار من المجلس المحلي في قضاء النجاف باركه المحافظ ومجلس المحافظة وتم تنفيذه بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الإيراني جهانجيري إلى النجاف يوم الأربعاء الماضي حيث التقى مراجع الدين فيها إيران قد فتحت شوارع باسم محمد باقر الصدر قدس سره ومحمد باقر العكيم وكذلك لكوكبة من العلماء العراقي ونحن تقديرا لهذه المبادرة بادرنا إلى تسمية شارع المطار باسم السيد القبيني قدس سره الشريف وهذا التسمية وافق عليها سيد المحافظة ومجلس المحافظة القرار أثار ردود أفعال متباينة فالبعض رأى بأن للنجاف خصوصيتها وكان الأولى أن يبقى على الإسم القديم لشارع المطار أو إطلاق اسم الإمام السستاني على الشارع حسب رأيهم نحترم جميع الرموز الدينية في العالم الإسلامي ولكن هناك خصوصية لمدينة النجف وكان الأولى على مجلس المحلي لقباء محافظة النجف تسمية بقاء هذا الشارع على ما هو عليه هو مطار النجف الأشرف الدولي الأولى أن يكون تحت مسمى الإمام العصرهي وهو السيد السستاني فيما رأى مواطنون آخرون أن الموضوع طبيعي خاصة وأن إيران أطلقت اسم السيد محمد باقر الصدر وسيد محمد باقر الحكيم على الكثير من شوارعها وأن زمن الآن يحتاج إلى التقارب بين الشعوب الآن أفضل فرصة للتقارب بين الشعوب والجيران والملل فشي جيد يعني العالم أخذ يتطوروا هذا حيث مثل تروح لإيران تلقى شوارع كثيرة لإمام الصدر الله يرحمه الحكيم علماء هواية من العراق بعض الأحزاب التي انتقد أعضاء فيها قرار مجلس قضاء النجف رفضت التصريح للكاميرا فيما اعتبر أعضاء في مجلس المحافظة أن القرار يحظى بإجماع أعضاء المجلس باعتبار أن إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي لا يوجد أي انتقاد أو أي تدمر من قبل مجلس المحافظة الكل مؤيدين حسب ما رأيته إيران تعرض في مجلس المحافظة هذا الأمر لم يعلق في مجلس المحافظة فقط كان عن طريق المجلس المحلي وربما ذهبت الموافقة إلى السيد المحافظ مشكور إن كان قد سار بها أو ثبتها لكن في مجلس المحافظة لا يوجد أي تدمر وأي اعتراض على المسألة ويبدو أن الاعتراضات تركزت على توقيت إطلاق الاسم في ظل صراع إقليمي ودولي محموم راجي نصير الحرة النجف الأشرف